موسيقى السيدة الأولى للبلاد هند دي بي إتنو تترأس أعمال الجمعية العمومية للمجلس الوطني لنساء تشات الكوناف وتكوين أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للمجلس الوطني لنساء تشات وزير المالية والميزانية بالإنابة الأمينة العام للحكومة دكتور عبدالله صابر فضل يترأس لأعقد اجتماعا مع مندوبي وزارة المالية بالأقاليم وذلك بهدف التباحث حولها كيفية تسيير المال العام للدولة مجموعة من الصور الفوتوغرافية تجسد أعمال التي تقوم بها المرأة الشادية هذا هو مضمون الكتاب الذي عرض بحضور سيد الأولى للبلاد هند دي بي إتنو ووزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية النشر الرئيسية من الفضائية الشادية أهلا وسهلا بكم وصل ظهر اليوم فقامت رئيس الجمهورية إدريس دي بي إتنو قادما من العاصمة الفرنسية باريس وذلك بعد مشاركته في أعمال القمة الدولية حول المناخ حيث كان في استقباله لدى وصوره مطار حسن جاموس الدولي معالي رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة ومساعدي رئيس الجمهورية بالإنابة بالأمانة العامة والمكتب المدني وعمدة بلدية الجاملة ترأست سيدة الأولى لبلاد هند دي بي إتنو صباح اليوم أعمال الجمعية العمومية للمجلس الوطني لنساء تشات الكنافة حيث تم من خلاله تشكيل المكتب التنفيذي الجديد للمجلس الوطني لنساء تشات المتكون من 17 عضوا عرجون محمد أحمد بمشاركة سيدة البلاد الأولى هند دي بي إتنو أقام المجلس الوطني لنساء تشات كناف جمعية عمومية وذلك بدار المرأة تشادية وقد سبقت هذه الجمعية الأمومية بيوم تفاكري حول تطوير القيادة النسائية في تشات وقد تناولت ناصية الحديث الدكتورة إليس رئيسة الكناف مرحبة بالحضور وبسيدة البلاد الأولى على تشريفها لأعمال الجمعية العمومية الكناف كما أضافت بأن الكناف قد عمل ما في وسعه بأن تكون للمرأة مكانتها في جميع القطاعات الحيوية حتى يتم الوصول إلى تحقيق أحدافها المنشودة وذلك عبر تطوير المرأة والنحوض بها ولقد فرض المجلس الوطني لنساء تشات عند تأسيسه اشتراكات تقدر ب5000 ريال للانتساب و2000 ريال اشتراكا شحريا ويرى الأعضاء بأن هذه الاشتراكات مرتفعة جدا فقفدت إلى 1000 ريال شحريا بدلا من 2000 ريال وفي نهاية المناسبة فقد تم تكوين أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للمجلس الوطني لنساء تشات حيث يتكون المكتب الجديد من 17 أضوا لمدة سلاس سنوات وتترأسهم السيدة مريم محمد نور ونائبتها أمينة كوديانا كما قدمت لهن سيدة البلاد الأولى التحاني والتبركات وتمنت لهن النجاح في المحمة التي أوكلت إليهن وبهذه المناسبة ألقت سيدة الأولى للبلاد كلمة أشارت فيها إلى التحديات التي تواجه الأعضاء الجدد للمكتب التنفيذي للمجلس الوطني لنساء تشات جزء من حديثها كما تتحدثنا للمجلس الوطني للمجلس الوطني للمجلس الوطني كما تتحدثنا للمجلس الوطني للمجلس الوطني للمجلس الوطني للمجلس الوطني كل الوطني لذلك كما تختبرنا أننا سيدة للمجلس الوطني كما ترون تبكي؟ قبل مجلس الوطني لدينا العديل العديد من التشريف لأنني ستكون حسناً أ battlefield أكثر أعتقد أنني سيدة في عدد الوطني كانت ت تشريف ك福كة الجدد لكن قد نعطي علمي للمجلس الوطني أنني ستكون سيدة في نفس الوطني لا تكون الأولى تسرح ومن المتحدث عن هذا المسجر من المسجر. ونقوم بطبيقنا بجانب المحل. لكن اليوم الآخر، فأنت أعطيتكم بلغة أكثر. لأنني أتكلم بسطورة أكثر. بعد ذلك، أعطيتنا أيضاً الضوء. والأوين، 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 لا يمكننا أن أبدuk نتوقع المزيد Niجيسون ستطحين أن اكدهم للمرجالي تضطعها وإنساننا هذا ف retention نجة نتوقعين سوف نتوقعين اصبحنا لع �م من الله وقد فرسنا لضعا بردامه وإنك اهلا بردامه لهذا السلاة ما عنه الدماء سوف نحن 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 بردامه من الله هما اراني شهدي أنت تساعدك بفكر وكلام حلو لكننا لا أتساعدك بكيفة على كيفة وبنيتها وانت تجد تقول ما خدمت ما صوتوا بقلوا ما حلو نطلب منكم أخواتي كلنا نلموا مثل هذه المكشاشة ومكشاشة ملوخية قوي لا يكسر عجلة وأننا فضناها اليوم الملوخية لأننا كنت تكسرها لا يكسر وبعد تنصيب السيدة مريم محمد نور رئيسة للمكتب التنفيذي الجديد للمجلس الوطني لنساء شاد عبرت عن شعورها وانطباعها حول هذه المهمة جزء من هذه الكلمة أنا ما نعرف نقول لك شنو يعني فاجعتني وصفت أن تعطني تقدير كبير وإن شاء الله ربنا يساعدنا ونساعدنا كلنا جميعا الخدمة القادرة ترجعنا خدمة كبيرة ونشكر جزيل الشكر للبرو الأولاني المركض خدمة كبيرة وعننا نعمل جهودنا تقومون بعملها جدا وننزودها جدا نظر السيدة وعندنا أن نجد الكثير من خدمة كثيرة وإن شاء الله ربنا يساعدنا ونكون مثل مكشاشتنا دي كلنا لما نصود نقدر نشول الهجار كلنا نرفعهم وإن شاء الله أنا نطلب منكم كلك تساودون وعلى الله ينجيهنا إن شاء الله بحضور سيدة الأولى للبلاد تم عرض الكتاب الذي يحمل مجموعة متنوعة من الصور الفوتوغرافية لأعمال المرأة الشادية تجسد من خلالها واقع وقضايا التي تواجهها المرأة الشادية وصد حضور عدد كبير من المدعوين إلى جانب وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية عباس أب بكر والمزيد عن هذا الكتاب السهة الأدبية تعمر عبر تأليف الكتب الأدبية والعلمية ومشاركة العنصر النسائي في تأليف الكتب لذا جاء عرض الكتاب الذي ألفه كل من سلم خليل وعايشة سيلو ويتضمن الكتاب مئة صور فوتوغرافية التي تعالج قضايا المرأة والأعمال الدؤوبة التي تقوم بها المرأة الشادية في كلمته السفير الفرنسي لدى البلاد فيليب لكويسة أوضها بأن الكتاب ثمار للفنانتين سيتم من خلاله تحقيق أحلام المرأة وأكد بأن السفارة ستقدم لهم دعما وكذا الوقوف بجانبهن من أجل النحوض بمجال الثقافة الأدبية الشادية سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو وصفت هذه البادرة القيمة لرفع مكانة المرأة الشادية في الساحة الأدبية مستطردة بأن هذا العمل يعد إنجازا كبيرا للمرأة الشادية ومن المقرر أن الكتابة سيكون في متناول الجميع في شهر يناير لعام 2018 ترجمة نانسي قنقر